اشتركوا في القناة بسبب فقدان عدد كتير كبير من علاجات امراض مزمنة وادوية ومنها السرطان لقد ما نتاخذ بالاحداث اللي عم بتصير عم ننسى اوقات وضعنا الصحة عم ننسى حالتنا واذا تذكرنا ما عم نلاقي الدول اللي ممكن يعني يخلصنا من تفاعلات هيدا المرض اكيد معك حق لانه كل تقريبا قريبين اللي اجوا من السفر قالوا لي انه 3 ربع عشاناتهم كانت ادوية صحيح اوكي هلأ للأسف لك ما نصرنا بس انه الناس مثل ما قلت حضرتك نسيت السرطان وبيض عن الكلب بس نسيته نحنا ما رح نحكي عن سرطانات مثل الأوفير البانكرياس الليفر اللي هني نوعا ما ما في فحوصات سكرينيك تاست نسميها وقائية رح نحكي عن اشي بس يعني الأكتر كومن والأكتر شي بتلقتل مثل الريئة بالبرستات عند الرجال والبرست الصدر عند النساء انا ليش حبيت اجعل اذكر الناس بانه في وقاية وفحوصات وقائية للكانسر لانه تقريبا 8% من المرضى اخر باخر سنتين بين كورونا وبين سرسلي سار بالبلد بتسألون ما بقعا بيعملوا الفحوصات الوقائية رح تكمتل بسيط الماموغرافي فحص الثدي اللي بتعملوا البنت تبدأ من عمر الاربعين كل سنة سنتين بس قرأ بالعيادة بترقي مصبوط زيت او ما في وقت او ما في بنزين او ما في مصارب هالبساطة بدك لدغري دكتور يعني كنا عم نتجنب الذهاب الى المراكز الطبية والمستشفيات خوفا من نلقت كورونا بس الاكترية هلأ امتعمة وحتى انتوا يعني كجسم طبي ومستشفيات قلتوا لنا اذا ما في شي ضروري ما تجو لهذا السبب رح نحكي عن ضرورة اليوم شخص عمره 45 بديو عمل كوروناسكوبي لانه ممكن نلقت كولن كنسر عبكير ونعالج عسل ما يجيك عمر 48 بكارثة ومادد عجسمه بعدين ما ننسى ان المستشفيات كمان في اجراءات وقائية اليوم انا بحب اقولك انه اذا بتلاحظ لنسبة لوفيات من الكورونا عم تكون قدى بنهار صارت وحدة كان اسمع بستين سبعين اثمانين صحيح نتمنى تصير سفر يعني نرجح في الليلة كانت ثلاث حالات وفات نتمنى اكيد جاي سيرو السفر حالهي بنسبة له كمان بعدها مرتفع اليه ولكن حادي السير للأسف كمان بسمع عندك قتيل اثنان ثلاثة هوده بنتمنى انه الناس تنتبي انه يصيرو سفر لواحد ان شاء الله هلأ بدل عندك البروستات طيب ما عم بيروح عند طبيبه يفحص البروستات ولا عم يعمل فحص البياس اه بدل في عنده الريئة دكار انه مين اليوم عم بيروح يعمل صورة الصدر لانه فيه تاست انه منلقط امراض الصدر عابكر انشخص عابكر ويكون العلاج فعال اكتر طيب دكتور بظل هيدا الاوضاع اوقات كمان الامكانيات المدية عم تلعب دورة وما في بديل لان كل شي يعني عم يكون فوى كاتر اذا بدك دكو بغياب الاسورانس كمان يعني بعرف بعدة مختبرات ما عم بيتعاملوا بدفعوا فالأخيف ورؤات ضمان انشورانس نظر انه الاسورانس بتفعلوا على الف وخمسة وهيدا الشي ما 3.9 صارو ولكن مش كافي لانه ما بقى فيه دعم للابراتوار للأدوات الطبية مثلها مثل الادوية وبالتالي صار عندك مشكلة الفحوصات يعني اليوم اذا كنت مضمون او عامل اسورانس كأنك منعك عامل شي لا بيضل بفرق قليل يعني مش متما كانت تتغطي قبل لان هيدا مشاكل بين يعني بينهم وبين شركات الاسورانس اكيد مثل المستشفيات اللي هو عم يفوتوا حدو شما كان بس بيضل انه اذا كان ضمان انشورانس بيدفع اقل من شخص ما عنده شي اليوم بدك تقول للناس خاصة اللي عندهم امراض الكنسر وغير امراض طبعا بس نحنا لان حددنا هيدا الموضوع شو اللي لازم تقولون اذا قالوا فترة يعني مواظبين على العلاج على الادوية بس ما عملوا هيدا الفحوصات الدورية لا يشوفوا تطور هيدا المرض عم بينتشر عم بيتقلص عم بيخف بدألون ان الوقت عبيطة بالسرع لما عم تجوا على العيادة عم تشرخصكم عم تقولوا يارات ويارات ما فيها نرجع بالوقت لورا منسى ان هؤلاء الفحوصات كمان منهم كتير مكلفين يعني الوقاية من الكنسر اذا بقولوا لمشاهدة هلأ وقف تدخين حقلي بعرف لانه كون التدخين هو واحد على ثلاثة من أسباب الكنسر اذا بقولوا ضعاف عمور رياضة نتبع على كيف تاخد الأرمونات صح نتبع على الشمس حقلي بعرف نتبع على الأكل الخسار وزن كل هدوة دي شو حقلي بعرف اذا بقولوا نتبع HPV بتعمل عنق الرحم عند الرجال كمان ممكن تعمل أكتر ببعض الأماكن اذا بقولك أنا مثلا الشاب كحول أقل صح لأنه للمريء لأوظفاج كله المشاهد اللي بعرف ولكن ما بيعرف المشاهد هن الحصات اللي لازم يعملها على عمر معين حتى لو معا بيحس أي عارض يعني إذا كان asymptomatic يلا ذكرنا الصدر صورة الصدر اذا مدخن CT انا قويت بلشها 50 قويت عمر 55 حسب كل حالة عندك الكولونسكوبي اللي عمر 45 حتى لو معا بتحسشي عندك فحص PSA starting 50 صح وفحص السريري إلا إذا عندك حدا بالعائلة عنده أمراض برستات بلش على 45 وعندك فحص الثادية اللي بأمريكا عمر 50 كل سنتين مرة وبأوروبا عمر 40 وبلبنان كل سنة سنتين مرة هوده هن أوكي غير أنه نحن نعلمون بالعيادة كيف يلقطه كانسر بالأوفير أو بالليفر أو بالبانكرياس كمان أقل لأنه أنت بتقول له مثلا ما تشرب تبه عمول هيك أوكي يعني بتعطيه هذه الأرشادات والنصارية أكيد إذا واحدة مثلا مجوز جاي بأولاد تلقت كانسير ببعض الأمور أقل من غيرها إتسترا سو نرجع منقول للمشاهد أنه أنت بنفهم أنك ملتهي ولكن نحن لو مش حسين بالعيادة أنه زادت نسبة الكانسر والويفيات مننا نظرنا الظروف الاجتماعية الصعبة اللي عم يقطع فيها البلد ما كنتم نرجع منعمل على الحلقة أو منذكرون لأنه أنا قبل ما أجي قالوا لي ما تحكي يعني كلنا عم يحكي عن كورونا حكي عن شيء تاني قلتونوا أوكي رح نحكي عن شيء الكورونا اللي هيكون عنه لكن الكورونا كيف تقتل الأسباب المدية والاجتماعية بطريقة غير مباشرة ومباشرة للأسف دكتور بعد ما أنا خمس دقايق إذا الإمكانية بتسمحنا أن ناخد مداخلات هتفية على الصفر واحد أربعمية واحد وتسعين سبعمية وتلاتة خاصة الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالسرطان يعني من أي فئة من الفئات اللي حكي عنها الدكتور حنينة أبي نادر عبارتكم تسألوا الدكتور أي سؤال نحنا جاهزين لن نتلقى اتصالاتكم قلة المتابعة أو الفحوصات الدورية بتسبب بانتشار سريع وعدم قدرة على الأنقاز لا الانتشار رح يدلوا نفسه ولكن أنت تلقى طوعبكية لتشيله ولا ما ينتشر أكتر يعني إذا كان ستاد غير ما يكون ستاد كاتر رح تلك مثل بسيط الميلانومة طبعا الجلد ستاد بعيش على عشنين خمسة وتسين مئة ستاد كاتر بعيش عشرة بمئة دكار شغلة تانية هو المريض إذا أقعد ببيته وسترسيه وعن بيكل كتير ونصح بينصاب بالكولون كانسل أكتر بالرحم عند النساء والصدر فكمان أنه يقعد ببيته مش أنه بينتشار أكتر ممكن يقوم بيعامل إشي عوامل أكتر يأزح حاله إليه بشكل أكتر طيب اللي يعني مواظب على تناول الأدوية وقادر يأمن من أدويته يعني إن شاء الله ما حدا بنقطع من الأدوية مع أنه في ناس عم تنقطع ضروري يعمل الفحوصات الدورية يعني رشيف الطبيب بتشخص له أنه عنده كانسر بمكان معي الأنكولوج هون مثلا تقوله عمل تريتمان بالراديولوجي غير بالكيمو غير بالعرفة هون الحكيم قويت بيعطي تريتمان بيجع بعيد الفحص بتكون قويت سيتي سكان أو صح كلنا بنعرف كمان البات سكان هون الأنكولوجيس بقرر أنا عم بعالج بعد 16 بدي عيش بدي عيد لشوف أدي المريض بممكن يعيش أو أعطيه أنا نسب أعلى هدي عم يتجاوب مع العلاج صح كمان أكيد هدي أهم النقطة أو وقف المد أو وين نحن بالإنفلمسيون بالجسم أتسطرا قلت لي طلبوا منك ما تحكي عن كورونا حكيت عن مسببات كورونا لكو الكورونا كمان بتزيد من نسب الكانسر لأنه عم تهمله حالكم ما عم تهمله الفحصات لك أنا لو ماني مقهور بيجيني مريض عمره سبعبين عنده كانسر بالكولون لأنه ما عملت كولونسكوبيا على كارونسان كان فيه صح شو هيدا بيلك لأنه كورونا ما رحت دونك أنا كل هدف يقول أنه الكورونا بتأتل بشكل غير مباشر لأنه فيه أهمال الفحصات ناية ما ننسى اللي بتعرف بس نحن دكتور عفوا على المقاطع يعني هيدا السقافة معلنا إياها خليني يكون واضح وصريح مني يعني أنا صرت بهيدا العمره بتحكي عنه ما عملت بعد ولا شيء من الفحوصات مننطر بس نبلش نحس بعوارض نعرف هيدا أكبر غلط هيدا أكبر غلط ليه لأنه الكانسر أكتريتها إسامتوماتيك لا بيسموه خبيث صح اللي ما بنسى لما كنت بيقام دي أندرسون بهيوسر نعبقى مدورة ستة شهر هو المركز الأول العالمي كنت مع بروفيسور قال لي إذا بتعيش بين سفر للمية 50% الإحتمال أنه الناس كلها رح تموت كانسر ما بنسى قال ليها جميلة البروفيسور بعدها براسة لكن بعدها تلميز يعني نصهم نص الناس والإندا أب دايين باي كانسر تعرف لأن الإنسان ما فيعيش 200 سنة لأنه بديموت بروستات كانسر بالبروستات يعني بالنهاية نحن عم نحكي عن شيء كتير موجود ولا يبعدوا عن الكل وعندك أكيد كانسر بصح وعندك كانسر ما بصح وعندك كانسر بناين يعني بتنشال بسيرجوري يعني في كذا كمان هون نوع كانسر قبل أن أفوت على السيديو في شخص قال لي ما الكانسر ما قاله علاج غلط هذا مفهوم غلط أول شيء إذا بتعالج حدا ممكن يعيش 20 سنة ما بتعيش ممكن يعيش 6 شهر هي واحد بيزيد تانيا ما ننسى أنه في كذا طيب دكتور يعني اليوم عم بتقول للناس أكانوا مصابين أو غير مصابين يعني استباق للإصابة هيدا الفحوصات اللي لازم تصير بأعمار معين رجع زكرنا فيون إذا بتريد إذا يعني الوضع بيسمح للأشخاص أنهم يعملوا هايك فحوصات كان به ما بيسمح لأن في ناس كمان أنجا عم بتلاقي علبة دواء لوجع الراس وفي ناس كمان ويمكن بفضح سر تفتح أنه أنا من هذا الأشخاص ما بروح أعمل والبركي في شي ولا يطلع لي هلأ فجأة ولا بدي برحش أنا بوكرة بابير اي بكرة بابير تركني إلي فإذا لها السبب أنا قلت بالكتاب أنه كل شخص لازم يروح عن الطبيب مرة بالسنة حتى لو ما بوشي تشاكب أنا ما بدي شبهها بالسيارة لا تضحك لا تضحك أنا ما بدي شبه الصحة بالسيارة بس أنت ما بتاخد سيارتك كذا مرة بالسنة عند الميكانسيان تبقى الجسم ما بياخده مرة للإنسان عند الطبيب أكيد دون تشبيه لا لا معك وهيدي حكيتها مرة اي فمرة بالسنة الطبيب طي ياخد له السكري والضغط مرة حليك أكتر يعني إذا بيتعطل تليفونك بتكسر الأرض تلاقي حدا يصلح لك بتدفع الشاشة 100 دولار وعلى قلبك مثل العسل بس إذا صحتك أو هيك عطاك انزار شيء ألارم بأي مطرح بجسمك بتصير يومي تلاته وبصح من صف بهالباندول لما عملت أنا قليل الكتاب كان قبل الأزمة بجمعة جينا تكريم الوزارة الصحة وجينا تنبعطه على أماك أو على دول عبقشت الأزمة ورجع على الأسف لك كيف ردونا لورا والناس التهت ما حدا بقى باله بس أنا عملت كتاب شو بيتضمى هذا الكتاب كل شيء كل الفحصات يجب أن تعملها من الكوليستيرو للغداء أي عمر كل شيء وقاية اسمه يعني هو كل شيء يجب أن تعمله إذا كنت أي سمتماتيك يعني أنت ما عندك أي عارض صحي على 35 و 30 فحصل غداء نصه كان كانسر نصه كان على الكانسر لأنه بين هذه الوقاية تضم قسم كبير منها مرض السرطان أعرف كيف بس كان كل شيء حتى الأدوية اللي بتعمل عوارض كاتبة التفاصيل المملة الإيكو كاتج وقمت بتعمل إيكو فحص ستست اللي التفاصيل المملة هو الصغير كمان وقالي يجي مريضة وقعطيها فور فري طيج هيتذكر هو ويعني بوقت أنه عمل داشتور رجعشت الأزمة اللي بتعرف بيجع بردوك لو أرابر أنت بتجرب بأنه بظل لك عم تعمل توعي لأنه هدفنا التوعي بالنهاية للناس بركة هيدة فرصة على تكون عم تحضر لكتاب التاني إن شاء الله هيدة إذا ما حضرنا لسفرة ما رح يضل حدا اللي إزاك بينا ما بقى في وقت خلاص أنا قاله حكيم ليه بدأ جاء عندك ما في الدواء حكيني على جمعات الماضي ما في مستلزمات طبية المستشفى غالية عندي مريض ست يام ناطر على الأجمانت أنه عم موصل يام فرنسا ست يام حرارة لأنه بعد الأجمانت الموصل اللي شو هيدة الدواء البسيط هيدة نحنا بيقولون نعطوه الصورة حلوة عن لبنان أكتر من هيك ما فينا نعطي الصورة حلوة ما قلنا لبنان البلد الأول بالطب بالدول العربية ما احترامتنا لمستويات كلها ولكن طبيب بدو شي بييدو لي قال لي صح أبسط المقومات العيش الكريم أي معيش الحال نحن عملهم ما بقى في وقت ونقول لك بكرة سألون سنة سنتين أربعة خمس سنين بكرة ما بقى في وقت عمل لكم ما بقى في وقت إن شاء الله اليوم بلقاء دولة الرئيس المكلف مع فخامة الرئيس يعني موصل للنتيجة وقال لا مش الكبيرة وعمل لك من هلأ ما بقى راح نضلنا بلبنان خلاص ومنقدم لبرة وخلصة لعبة game over ما بقى حدا تقال لي إنه كميل مقعد ومقعدان ثلاثة اقتار بلد كله هلأ ملتهيين بالسياحة بس بسطان بقى لول الله يسطر أنا شخص بوزيتيف تب تعرف بس بقى لول الله يسطر بس عمد في جئنة لا لأنه بقى لول بالسلفية لا لأنه عندك بعد هذا شهر هلأ ملتهيين بالمختاربين بقى لول مع المدارس خلاص بس يتبولك مدارسك بالإنترنت وبالكهرباء والمزود هلأ المزود هو العنوان تاخد بنتك وبتفل يعني ريت أرتيكل عن المزود وقديت ضغط عم بيكون بالمزود ليشل البلد بأمه وأبوه نحنا إذا مش قديلنا عموشين نفل يعني ما بعرف هيدا المخطط لوين بدون يوصلونا فيه هيدا الإجرام اللي عم بيتعطوا فيه مع الشعب اللبناني ما بعرف إذا مخطط خارجي داخلي ما بعرف الاتنين صوا ليش حكي الحقيقة طبعا ما الخارج قلوه أدوات بالداخل شو عم نتخبى وراء أصبعنا عن جد إذا بتقرأ هيدا المقال بعض لي هلأ بعض الحلقة بتعيش هيدا الهاجس الرعب لأن المزود طلع عصب كل وليك الدوائر الرسمية حتى قاتوا على ذكر الأسر الجمهوري رح يععتم المقار الرسمي كلها صور رح تععتم المستشفيات القتلات المطاعم السوبر ماركات ما في مدارس ما في تنقل ما في محطات بس وش حرام ليه بالله 2021 ما في إلى لبنان عنده هالمشكلة بكل بلاد العالم معك خبر بكل بلاد العالم ما في إلى لبنان معك خبر ما في إلى لبنان ليك ليك ولبنان أحلط سويسرا الشارع ليك كيف بس كمان بدل نقول أنه لبنان شو طير الفينيكس ده البيحدى شواري جهود ياك أنه بيرجع من شي صغير شاء الله تعرف يعني رغم كل بعد هيدا النفق المظلم اللي عم نعيش فيه نطلع على الضوء بس بالصحة إليه ما في أمل لأن بالصحة كل يوم عندنا مرضاية وفي ناس عم بتتعرض للوفيات في ناس عم بتموت إيه شوفنا حالات وفيات لأن ملاقولهم قدوي لثلاث أطفال يعني بأعمار كتير صغيرة هيدا خط أحمر إلي مية لأنه ألا لا يجربك إذا عندك أولاد يعني حالة الناس مهددة إلي أنا حالي بقبلها بس عبنتي بعمل أكبر مشكل تبني أنا بفهم الناس اللي بعصبه لأنه أنا حالي يمكن ما فرق أنا معي بس عحدها بيخصني أمي أو بنتي يمكن أفقد أعصابي صحي يعني أنا كمان لليه خط الأحمر الصحة وتخطينيه فما بقى في خطوط حمر أنا بقوله ليش أنت بتحكي هيك ما بقى في خطوط حمر فهمت شو قصد هاي بس يعني الله شو بيقوله يدير باله علينا يترقف فينا ما قلنا غير هيدا الملجأ الأخير إن شاء الله يا رب ما حدا بتدقو الشوكي انتبهوا على حالكم هلأ أرشدات اللي كان بيقولها الدكتور يمكن هلأ أحسن من بعدين وإذا اكتشفتوه لا سمح الله بشكل بكير العلاج بيكون أسهل وأخف وأقل كلفة ما هيك دكتور إن شاء الله إذا طورت الحالات يعني منفوت بمتيها ممنوض نعرف نخلص اللي قد ما فينا نساعد منساعد بس ما فينا ندفع من جابتنا إذا واحد راح أعمل الفحص ده ما فيه الحكيم يعملوا يبلش بدفعه من جابته بس قد ما فينا نساعد نحن منساعد نعم طيب أنا أجيني ميسج لأن مضطر بس بالمبدأ أوكي نحن بانتظار فإذن ننتقل مباشرة إلى الكارانتينة حيث سيعقد مؤتمر للجنة عوائل تفجير مرفق بيروت وفوج الأطفاء نحن بانتظار إذن يعني كان الموعد على الساعة 10 دايماً من نقل المباشر بيصير فيه لا يصبروا أن نقلي قليلة 10 و 5 هلأ الساعة دكتور خليني هيك شيل الشقة الطبية على جنب بعرف كمواطن لبناني مثل كثار من اللبنانيين مثل كل اللبنانيين لا بد يصنف أقول أغلبية وكثار ما بتخيل يعني إنسان في ضمير حي عنده قلبه بينبض عنده كرامة عنده إيمان عنده انتماء ما يكون صاب وانفجار أربع عقاب أكيد صح اليوم نحن يعني عشية ذكرى السنوية الأولى لأربع عقاب عم نحضر وعم نشوف الأهالي كيف عم يستذكروا حالة صعبة هلأ هيدا التنهد التي تنهدت وهيدا نايدا عن استرس لي ما فينا ننسى هذا الوقت كيف 11 سبتمبر ما حدا ننسى شو كان عم يعمل إذا بستل حياة لبناني هلأ شوكت عم طعم بأربع عيب بتزكلك تفاصيل مملة أنا بعد نفاق كيف كانت المادام بأنتلياس حبلة لما سالانفجار كان يمكن روحت فالوصة أبدا ما لنمسحة إليه وشفنا كيف أنه سوريا على الأسف رحقول له كيف مية خليفة عاتت للانفجار أكثر من مسؤولين لبنانيين عاتت للانفجار أكثر من مسؤولين لبنانيين خلينا قول خمسة عشرين لبنانيين منهم تمام حدا يزعل عندك شفت ميكا شو عمل عمل كونسرت صح ببلاد بأوروبا وبعت الراع يقلين احنا شو عملنا عن جهدنا شو عملنا يعني أنا أول شيء كمين تحييل رحلت لبنانينا بالدول العربية اللي تحييل ومنها جولات تحييل كل الولونتير ده في ناس بالدفاع المدني وبالجيش تحييل للكل ده كانوا فولونتير يعني عم يشتغلوا بمجانا صح ودول بيكبروا فرق القلب وانتشرت صور وكان لفوج أطفاء البترون خصة بالمشاركة بإخماد حرائق لايعاد ما تبكر من خضاء لبنان يعني بس بتشوفهم بالوقت اللي نايمين على الأرض وجه أسود تتطلع بتقول شفنا الصورة كمين بعد ما عم بيعطوهم حقهم لهذا الشباب وأبطال أبطال مية بالمية يعني بهيد القدرات البسيطة اللي عنا إياها باللحم الحي متما بنقول باللحم الحي ونايمين غفشوا لأنه باللال كله عم بيشتغلوا غفشوا على الطريق يعني ما بعرف يعني كل ما بعرف شو بدنا نقول يعني إن شاء الله إن شاء الله سيفي عندنا حكومة تاخد بيعني الاعتبار كل هيدو الأمور لأن كمين يعني الحكومة بالقسم الثاني لازم يضحوا بيش يضحوا يعني شغل الوطن ضحوا بي ونحن نرجع لنفس لنفس القصة بكرة العصب بينشد وكل واحد بيرجع على وراء زعيمه أو القائد تبعه ما بعرف قد الانتخابات رح تعطينا عملية فرزة جديدة أنا بدي أشكرك دكتور حنينة أبي نادر لك يعطيك ألف عفية خليه لك بنتك ما شاء الله تضلك بي لبنان بعرفك مقاوم شرس بعد ما زهود جايك المدارس يا إلي تبه ما نمسها يعني فين شو عم بيعملوا ما بدوا ينتقوا حدا هون واضحة خلص خلصت لصة إذا ما في حكومة نعم بيلك أيلول ما في بلد وإذا مش كلهم بيضحوا ونصالحهم شخصية نسية كمان وزارة ووزارتان هي بدي تضحية بدي تنزلات من كل الأفلقاء وبدى تضحية وبدى يعني كفة تكبر خلاص المش قادر يفل اللي يخلص تكبر نعم شكرا لك دكتور حنينة أبي نادر راح تكون عم بتشارك بذكرى أربع أهب إذا مش عالطريق بكل شي يعني وعند بيكون عند مرضى وعند شي طارق بالإيار بكل شي ما أملك من فيسبوك وأساسا بلاشت حتى بكل شي ما أملك من وسائل إعلام من أنطراج حولي أكيد لأنه لي مثل ما قالت من شوية صابت كل لبناني فأكيد إذا مش على الأرض صح ولنه على أنا بدم صوت لصوتك كمان يعطيك ألف عافية وقالله يحميك دكتور ويحمي كل اللبنانيين ويرحم اللي راحوا مشاهدينا راح نروح إلى فاصل بنمطر إذن يعني إعلان بدء المؤتمر المؤتمر الخاص لجنة عوائل تفجير مرفق بيروت وفوج الإطواء وفوج الإطفاء عفوا من الكارانتينا في حالة أخر منكمل نحن باستقبال ضيوفنا وبسي حين الموعد غري منروح إلى النقل المباشر فاصل ونرجع ترجمة نانسي قنقر